موضوع جديد خالص مختلف وحقيقي موضوع مهم جدا. قبل ما أتكلم مع أي حاجة. عايز أعرف ليه مهم أن حد فينا يبقى عنده إمداء. ما هو في حاجة اسمها الاثنتيسيتي يعني أن الواحد يبقى له حاجة رسمية. فأنت بتكتبي حاجة. منين أعرف إذا كانت الحاجة دي أنت اللي كتبها أو موافقة عليها أو كده. تخش مثلا في عقود البيع. مين هتعرفي بنود اللي بيع زي فلوس الدفع. فلازم تمضي أو توقعي. التوقيع ده هو عبارة عن يعني أنك أنت بتقولي أن هذا الكلام صادق وصحيح. ومعنش أنا بستعمل شوية ألفاظ إنجليزي في السكة. بس بشرحه. المهم موضوع التوقيع ده موضوع في مقتبل العمر دائما بعد مرحلة البلوغ. الإنسان يدور على الجزء في الشخصية. يقدر أفضل نفسه. طبعا عملية النمو. بيصاحبه نوع من التغيير. أولا أنا درست الموضوع ده تحت علم كبير قوي اسمه الجرافولوجي. اللي هو شكل الخط ينبئ عن الشخصية. وده فرع من علم أكبر اللي هو لغة الجسد. واعتبروا أن لغة الجسد على الورق. اللي هو جهاز عصبي عضلي أو حركة على الورق. هي الجرافولوجي باه. لغة جسد على الورق. لغة الجسد على الورق. لأن لغة الجسد هي عبارة عن حركة. بالضبط. فهي حركة للجهاز العصبي والعضلي. فهتبقى في الصوابع اللي تعمل على الورق. ده هيبقى لغة الجسد ممكن تبقى الإيدين والرجلين والعينين والرقبة والكل ده. إنما الجزء المينوت الصغير قوي بتاعها اللي هو في الصوابع. بيمثل فيه الإندة أو التوقيع. وكل حاجة الخط والتوقيع وكل حاجة والرسم. يعني يخش فيه. دلوقتي فيه حاجة اسمها أرثيرابي بيستعملوا الحاجات كتير بألوان أشكال حاجات كتير. الجزء بتاع الشخصية والتعبير عنها بيتضح بكتير قوي في موضوع التوقيع ده. التوقيع ده هو عبارة عن جزء الحقيقة دفين جدا في البناء آدم. ليه؟ لأن أنت بتوقعي بشيء كنت متعلمة قبل كده. في الخطوط. يعني أنت تعلمت الخطوط. الألف عدلة والحاك كده والبيه كده. فده جزء متعلم. لما بتجي تعملي التوقيع بتتحرري من القيود دي. وتتحولي لجزء فني. أكن أنا بلرسم. مش أكيدنا بني بتبقى. جزء خيالي. أنا عايز أرسم شكل. خلي بالك من هنا. أرسم شكل يعبر عني. وأنا راضي عنه وأقول إن ده بيمثلني. وتبتدي تعملي تجارب. عشان تقدر توصلي للفورمة دي. حلو. في حاجات كتيرة بتحصل أنك أنت مثلا بتحبي حد معين أو متبضة بيه جدا. فتقلدي إمضته. وتبقى دي إمضتك أو قريبة منها. ده معناه حاجة معينة في الشخصية طبعا. طبعا. كمان في نقطة أنا يعني خليها للآخر شوية. إن التوقيع اللي أنت بتوقعه بتاع حد تاني. ممكن خواص الشخص ده تنتنقلك. فعلا. طبعا. من مجرد توقيع؟ مجرد توقيع. ليه؟ 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 لأن أنت بتكلم على حركة في الجهاز العضلي والعصبي هنا. اللي بتحكمها حاجات قد الشعر. يعني الأعصاب هنا رفاع جدا. ودي مرتبطة بقاع المخ. طبعا. فأي تغيير فيها أو أي تأليد فيها أو أي فوربة فيها بتأثر في قاع المخ. بدون أنت ما تحسي. يعني الجزء ده سابكنشيس.